سيدنا إسماعيل عليه السلام هو نبي من أنبياء الله وابن نبي الله إبراهيم عليه السلام وله قصة مليئة بالعبر والدروس إليك قصة سيدنا إسماعيل كاملة ميلاد إسماعيل بدأت قصة سيدنا إسماعيل عندما كان نبي الله إبراهيم عليه السلام يعيش في كنعان مع زوجته سارة كانت سارة عقيمة ولم تكن تنجب فأعطت إبراهيم جاريتها هاجر لكي يتزوجها وينجب منها أنجبت هاجر إسماعيل وكان ذلك بمثابة فرحة عظيمة لإبراهيم الهجرة إلى مكة بأمر من الله أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنهما إسماعيل إلى مكان بعيد في واد غير ذي زرع في مكة تركهم هناك مع قليل من الطعام والماء وابتعد عنهم وهو واثق بأن الله لن يضيعهم دعا إبراهيم ربه بأن يرزقهم من فضله وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ماء زمزم عندما نفد الماء والطعام بدأت هاجر تبحث عن ماء لابنها الرضيع فكانت تجري بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات فجأة ظهر جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فانفجر بئر زمزم بماء مبارك شربت هاجر وأطعمت إسماعيل وهكذا بدأت الحياة في مكة بناء الكعبة عندما كبر إسماعيل عاد إبراهيم عليه السلام إلى مكة بأمر من الله لبناء الكعبة طلب من إسماعيل أن يساعده في البناء فرفعا القواعد من البيت وكان إبراهيم يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اكتمل بناء الكعبة وأصبحت القبلة للمسلمين اختبار التضحية اختبر الله إيمان إبراهيم بحلم رأى فيه أنه يذبح ابنه إسماعيل أخبر إبراهيم ابنه بالحلم وكان رد إسماعيل على والده يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين عندما حاول إبراهيم تنفيذ الرؤية فداه الله بكبش عظيم وكان ذلك الاختبار دليلا على إيمانهما القوي بالله ائرث إسماعيل سيدنا إسماعيل عاش في مكة وتزوج من قبيلة جرهم التي سكنت هناك أنجب أبناء شكلوا فيما بعد قبائل عربية عظيمة يعتبر إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وتعتبر ذريته أساس العرب المستعربة وفاة إسماعيل توفي إسماعيل عليه السلام ودفن بجانب الكعبة ويذكر في الكتب التاريخية والدينية أن حياته كانت مفعمة بالطاعة والإخلاص لله وأنه ترك إرثا كبيرا للأجيال القادمة هذه هي قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي تعلمنا من حياته الصبر والتوكل على الله والطاعة لأوامره فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء